أجرى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة حصة تدريبية تحسبا لمواجهة الصومال في أول مباريات كأس أمم إفريقيا للفئة ذاتها وأجرى المدافع بن يدر ورفقائه الاستعدادات تحت إشراف المدرب أرزق رمان المعولي على خبرته الكبيرة وتواجد 26 لعبا معنيا بالمشاركة في طبعة الحالية الذين يسعون لتشريف الراية الوطنية خاصة وأن المسابقة تجرى بالجزائر هذا وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف قد قام بزيارة أشبال الناخب الوطني رزق رمان وحثهم على بدل كل المجهودات خلال المنافسة الإفريقية